السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة جميع التروس معك هذه القناة تابعة الموقع جميع التروس معك بون كوم من خلال هذه الموقع تنقدم لكم مشروحات التروس مكتوبة ومعفوقة بالفيديو وكذلك المصطلحات والتعرف للتروس بالإضافة للتلاخص والخططات وكذلك التمارين اللي ستمكنكم منتهي وتحضير التروس ديلكم بواحد طريقة اللي هي أوتوماتيكية إذن من نتسالي هذا الفيديو ما عليكم إلا تكليكوا على الرابط ديال التمارين ويتلقاهوه في الوصف دياله من كتبلكو عليه غادي تخرج لكم أصفها كيف مما كتشوفوه هنا كينا أسئلة وهنا كينا إجابات اختيارية من كتبلك الجواب إلا تلون بالحمر كي يعني أن الجواب ديالك خاطئ تطلع لك واحدة نافذة منبطئة كيفما كتشوف كتقول لك بلي الإجابة ديالك خاطئة وفي هذا الزر الأخضر اللي هو نيكست كتبرك عليه باش تنتقل السؤال التالي من اللي كتدلس السؤال التالي لكانت الإجابة ديالك صحيحة كتلون كذلك بالخضر وكتطلع لك نافذة منبطئة أيضا كيفما كتشوف وفيها إجابتك صحيحة ومن اللي كتسالي الإجابة على كافة الأسئلة كتخرج لك هنالي هات الصفحة فيها تنقاط ديالك وفيها واحدة تعليق كومنتير هذا الكومنتير هذا كيت تغير على حسب النقطة اللي جبتهاك كيفما كتشوفه ناجب تربعة العشرين حتى شكنت كنت كنجاوب الله ولكن هيا ما خسكش تجاوب الله خسك تجاوب بالاتباد على المعلومات اللي فاهمها في الفيديو اللي فات لي ووتشكل صخور الصهرية على مستوى الدروة المحيطية أو مناطق التوسع تعرفنا على كيفاش كتشكل الصخور الصهرية على مستوى مناطق اتساع كيف حال الصخور البازيلت والكابرو وأتعرفنا على الظروف تشكيلها وعلى خصائص الصخور البازلد والكابر اليوم سنتعرف كيف تشكيل الصخور الصهرية على مستوى مناطق التقارب أو مناطق الطمر سنتعرف كذلك على الظروف تشكيلها وعلى خصائص الصخور والعديد من المعلومات المهم فكيف ما عرفنا في الدروس السابقة أن مناطق الطمر هي واحدة مناطق التي تحشفها الصفحة القشرة المحيطية تحت الصفحة القشرة القارية هذه العملية تقارب الصفحاتين على مستوى مناطق التقارب تنتج له نشوء باراكين انفجارية تشعرفنا في التواهر البركانية وعلى قطع تكشونية الصفائح هذه الباراكين انفجارية تتميز بوحد الصهارة تكون غنية ببخار الماء والغازات والمعادل المنصهرة في مبانا ببخار الماء كي جي منطلاقا من القشرة المحيطية بطبيعة الحال القشرة المحيطية تكون التربة تكون مليئة بالمياه يعني غنية بالمياه هذه المياه تتبخر بفعل لدرجة الحرارة العمق تنصهر مع المعادن كي تشكلنا واحد الصهارة اللي هي لازيجة هذه الصهارة هذي من اللي كتبرد في العمق أو لا على سطح الكرة أرضية على شكل لافا لازيجة كتشكلنا جوج الأنواع ديال الصخور اللي هما صخور القرانيت وصخور الأنديزيت فهذا الصخور ضيال الانديزيت أو أخرى تشكلity منطلاقا من نفس الصهارة وثم لهما في التركيب الكيميائي كتكون عندهم بنية مختلفة وهي الإختلاف يرجع بالضبط للظروف ضيال تشكل ל�الزاف الصخور يعني الظروف اللي كتشكل فيها صخور الجرانيت ماشي هي الظروف اللي كتشكل فيها صخور الأنديزيت وبالتالي وهذا يمكن أن تكون به penguinية مختلفة هذا الشي غن تعرفوا عليها في ميالي هذا هو الخصائص الصخور الصهارية التي تشكلها على مستوى مناطق الطمر بالنسبة للصخور الانديزيت فهي تميز بنية ميكروليتية وكتسمى بغير كاملة تبلور حيث تكون باللورات مختلفة القد ومن مادة غير متبلورة على شكل عجين زجاجي أما صخور الجرانيت فعندها بنية محببة وكتسمى بكاملة تبلور حيث تكون مكونة باللورات كبيرة القد إذن بعدما تعرفنا على الأنواع الصخور التي تشكلها على مستوى مناطق الطمر والخصائص ديالها خصنا نتعرف على الظروف التي تشكلها الصخور الجرانيت والانديزيت على مستوى مناطق الطمر لن نعرفه لماذا؟ هذه الصخور الانديزيت لديها بنية ميكروليتية بينما صخور الجرانيت لديها بنية محببة وخاهمة يتجون من نفس الصهارة ومن نفس التركيب الكيميائي كي تسبب الإنصهار رجلس إديال صخور طبقة الرذع الخاصة بالصفحة الصخرية الراكبة والماء اللي يتم تحرير دياله من طرف القشرة المحيطية المونغارزة تشكل صغارة غنية بالغازات وبخار الماء والمعادل منصهيرة هاتش كي يعني إن هذه الصفحة للقشرة المحيطية AMIVE تحرير تحت الصفحة القشرة القارية طبيعة الحالяниz هذه الصفحة القشرة المحيطية تكون غنية بالمية حيث كان فوق منه الماء فإذا مبدأ التي تحقة تحرير تحت من الصفحة القشرة القارية تتعرض للدرجة حرارة عالية هذه الدرجات الحرارة العالية تنصهر جزء من الصخور في طبقة رداء الصفحة الصخرية القارية وفي نفس الوقت تبخر هذا الماء الذي يوجد في القشرة الصفحة المحيطية التي تحشد التحت هذا البخر الماء ينصهر و يندمج مع المعادل المنصهرة الأخرى و تشكل نواحة الصهارة التي تكون غنية بخار الماء و بالغازات و المعادل المنصهرة إذن لماذا تشكل هذه الصهارة هذه و تكون طالعة لتدفقها للسطح يتصرب جزء منها في الشقوق في العمق و يتعرض لتبريد بطئ جدا هذا التبريد البطئ ينتج عليه تشكل صخور ذات بنية محبابة و عندها باللورات كبيرة القد تسمى بكاملة التابلور حيث يكون فيها باللورات كبيرة القد كي بحال صخور ديال الجرانيت و هذا الشيء اللي يبقى من الصهارة يطلع عبر المدخانة باش يخرج على شكل بوركان انفجاري يعني كيتفرقه و من بعد الانفجار هذا كتتضفق واحد الكيمياء ديال اللافا اللي كتكون لازجة و احنا عرفين شنية اللافا اللافا هي الصهارة من اللي كتخرج للسطح ديال الارض هذا اللافا اللازي جا كتتعرض لتبريد سريع على سطح الكورة الارضية و هذا الشيء كيسبب في تشكل صخور عندها بنية ميكروليتية غير كاملة التابلور حيث كتكون من بلورات مختلفة القد كي بحال صخور الانديزيت ادام بكل بساطة فالعمل اللي كيأتصر على البنية ديال صخور الانديزيت والقرانيت هو التبريد فإلى تعرضات صهارة التبريد سريع غادي نتجع لها صخور تكون عندها بنية ميكروليتية غير كاملة التابلور بحال صخور الانديزيت وإلى تعرضات التبريد باطئ غادي نتجع لها صخور ذات بنية محببة عندها بلورات كبيرة وكاملة التابلور كي بحال القرانيت وهذه الصهارة اللي كيأتصر على تبريد ديالها صخور القرانيت كتسمى بصهارة القرانيتية كذلك ونفس الأمر بالنسبة للصهارة اللي كيأتصر لها صخور ديال الانديزيت كتسمى بصهارة الانديزيتية او للانديزيتية عفوا إذن شنوى التأثير ديال الصعود الصهارة القرانيتية على الصخور المجاورة لها؟ يعني كيفاش كتأثير هذه الصهارة القرانيتية فاش تكون طالعة على ذلك الصخور اللي كتقيصهم في العمق بطبيعة الحال كتسبب ضرعة الحرارة المرتفعة ديال الصهارة أثناء الصعود ديالها والتبلغور ديالها في العمق في إحداث تأثيرات كبيرة على البنية والتركيب العداني ديال الصخور اللي كتكون مجاورة لها يعني الصخور اللي كتكون حدا كتسمى تغييرات والتحولات بالتحول التماس علش تسمى تبدل اسم؟ حيتاش بكل بساطة هذيك الصخور اللي كتكون في التماس مع الصهارة القرانيتية كتوقع لها واحد تحولات إذن تحول التماس جات نتيجة هذو التحولات اللي كترى الصخور اللي كتكون في التماس مباشر مع الصهارة القرانيتية وقد ظهر هات تغييرات والتحولات على شكل حزام من الصخور المتحولة اللي كتحيط بكوتر الصخور الصهارية القرانيتية كتسمى هذي الحزام بهالة التحول فكيف ما كتشوفو فاتصورة هذي الحزام هذا هو اللي كتسمى بهالة التحول علش كتشكل هذي الحزام كتشكل حتاش الحرارة ديال الصهارة القرانيتية كتأثر على هذيك الصخور وكيبدأوا هذيك الصخور تقربوا ينصهروا وكتغيير لهم البنية ديالهم فحنا كيف ما عرفناه سواء في الدرس اللي فات اللي هو تشكو الصخور الصغرية على مستوى الدرواء أو لهذا الدرس هذا أنه درشة الحرارة هي اللي كتأثر على البنية الصخور يعني وخا تكون صخرة مكونة مشي مواد مدينية اللي هي معروفة فإلا عرضتها الوحد درشة الحرارة موينة أو لوحد تبريد موين ستتغيير لها البنية دياله وهذا الشيء ليش كتأثروا هذيك الصخور اللي كتكون مجاورة للصهارة القرانيتية وكتطرى لهم تغييرات على مستوى البنية ديالهم إذن لحد الآن نكونوا طرقنا الجميع النقاط المهمة في الدرس دبا نقوم بواحدة مراجعة شاملة للدرسة ينسوى دياله لا تشكل الصخور الصهارية على مستوى الدروة أو لا على مستوى مناطق الطمر إذن على مستوى الدروة المحيطية كيتشكل في العمق واحد الصهارة اللي كتنتج على نصيهار جزئي ديال صخور طبقة الردع هذه الصهارة فش تكون طالعة بشتتدفق على مستوى الدروة جزء منها تتبلور وكيتعرض لتبريد بطيء في العمق يعني مازال ما ما تتدفقش على السطح وهو كيتعرض لتبريد هذا الجزء الذي يتعرض للتبريد بطيء ينتج عليه تشكل صخور ذات بنية محببة وكاملة تابلور عندها باللورات كبيرة تلقى كي بحال صخور الكابرو اللي تعرفنا عليها في فيديو السابق أما ذاك الشيء اللي بقى من الصهارة اللي كتدفق على السطح يتعرض للتبريد السريع فاش كيتلاقاه معلمة وهالتبريد السريع ينتج عليه تشكل صخور صهارية ذات بنية ميكروليتية كي بحال البازيلد نفس القضية ترى بالنسبة للصخور اللي كتشكلها لمستوى مناطق التمر او لمناطق التقارب فهذه السهارة اللي كتحدث نتيجة انصهار جزء من الصخور دياله طبقة الرداء الخاصة بالصفحة الصخرية القارية والماء اللي كيتم تحرير دياله بفعل درسة الحرارة من القشرة المحيطية اللي كتكون تحت من الصفحة الصخرية القارية كيكون لنا واحد السهارة كتكون غنية بالغازات وببخار الماء والمعادن المنصهر هذه السهارة هادي فاش كتكون طالعة باش تدفق على مستوى السطح هذه الكرة أرضية جزء منها كيتبلور وكيتعرض لتبريد باطئ في العمق هذا الجزء اللي تعرض لتبريد باطئ شنوه يطراله وذي تشكل عليه صخور دات بنية محببة وكاملة تبلور حيش شتكون عندها بلاورات كبيرة تلقات بحال مثلا صخور الجرانيس أما ديك الصهارة اللي بقات ولي طلعت الفوق باش تخرج على شكل بوركان في جاري وتدفق على شكل لافا لازيجة من اللي تعرض لتبريد سريع على مستوى سطح هذه الكرة أرضية تشكل عليها صخور دات بنية ميكروليتية وغير كاملة تبلور كبحال الصخور الأنزيتية إذا نمكن لنا لخصوات شي كله في هذه الجملة التالية الصخور اللي كتكون عندها بنية ميكروليتية غير كاملة تبلور كتشكل نتيجة تبريد سريع مثلا على مستوى الدروة المحيطية كالقاو الصخور دي البازيلت ولا مستوى مناطق التمر كالقاو صخور الأنزيت أما الصخور اللي كتكون عندها بنية محبابة وكاملة تبلور كتشكل نتيجة تبريد الباطع دي الصخور مثلا على مستوى الدروة كالقاو صخور الكابرو اللي كتشكل في العمق وعلى مستوى مناطق التمر كالقاو الصخور دي القرانيت بعد شكل غنكونوا سألين هذا الطرس متنسى وشتنزوا التمارين وتراجعوا المصطلحات والتعريف وإلى اللقاء اشتركوا في القناة